السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنعمل مع بعض وصفة روعة للبشرة بمكون غني جدا ومفعوله سحري هيفتح البشرة وهيقضي على التجعيد وعلامات تقدم العمر غني بمضادات الأجسادة اللي هتحفز الكولاجين في البشرة وهتديلها إشراقة وحيوية وترتيب هيجدد خلايا البشرة وبالتالي هيقضي على التصبغات والكلف والنمش وصفة النهاردة هتحللك كل مشاكل بشرتك هترجعها شباب مهما كان عمرك انسي الهالات السودة في محيط العين وانسي التجعيد والخطوط التعبيرية حوالينا العين والفم بس قبل ما نبتجي الوصفة لو أول مرة بتشوفيني فرحيني باللايك والاشتراك في القناة وفعلي زر الجرز علشان يوصلك إشعار من كل فيديو جديد بنزله ويلا بينا نبتجي وصفتنا المكون الرئيسي معنا النهاردة هو الشاي الأغدر غني بمضادات الأجسادة اللي بتحمي خلايا البشرة وبتجددها وبيساعد على تفتيح لون البشرة والحفاظ على نظرتها وحيويتها وبيدي الجلد نعومة ومرونة وبيخلصنا من الهالات السودة في محيط العين هنحتاج كمان نص كباية من مية الورد هنغلي مية الورد وهنضيف عليها مع علقتين كبار من الشاي الأغدر مية الورد هتحافظ على درجة حمودة البشرة وبتساعد في علاق حب الشباب وبترتب البشرة ترتيب عميق بتقلل من انتفاخات أسفل العين ومناسبة جدا لأصحاب البشرة الحساسة مية الورد بتقلل من ظهور التجعيد لإنها غنية بمضادات الأجسادة ضيفنا الشاي الأغدر على مية الورد المغلية وهنخلطهم كويس جدا مع بعض هنغطيها ونسيب الشاي الأغدر منقوع في مغلي مية الورد لمدة ربع ساعة وبعد الربع ساعة هنصفي الشاي الأغدر ومية الورد وهنضيف معلقة كبيرة من نشا الدورة النشا غني في فيتامين سي ومضادات الأجسادة اللي بتحسن صحة البشرة وبتخفف من التجعيد وبتساعد على رتوبة الجلد وبتمنع جفافه بينعم البشرة وبيزيل أي خلايا ميتة فيها وبيحفزه على إنتاج خلايا جديدة نشا الدورة بيشد الجلد وبيبيض البشرة لإنه غني في فيتامين A اللي بيفتح البشرة وبيخفف البقعة الداكنة وبيعالج حب الشباب والبصور لإنه غني بمدة الزنك ضفنا معلقة النشا وهنخلطها كويس جدا مع مية الورد والشاي الأغدر وهنضيف عليهم معلقة كبيرة من دقيق الرز بيساعد على تفتيح البشرة لإنه غني بالأحماض الأمينية والفيتامينات المفيدة جدا لصحة الجلد وبيساعد في تأشير طبقة الجلد الميتة وبيدي البشرة ملمس ناعم وصحي بيشد الجلد وبيأخر ظهور التجعيد والخطوط الدقيقة كمان بيقضي على البقعة الدكنة وحب الشباب والبصور ضفنا معلقة دقيق الرز وبنخلط كل المكونات كويس جدا مع بعض وهنرفعهم على نار هادية مع التقليب المستمار لمدة 5 دقايق لحد مقاومهم يبقى متجانس وكريمي وده بيكون شكل الكريم بعد ما رفعناه من على النار هنضيف عليهم معلقة من زيت اللوز زيت اللوز بيناسب كل أنواع البشرة حتى البشرة الحساسة بيوحد اللون وبيساعد في إزالة البقعة والهالات السودة بيفتح البشرة وبيديها نضارة وحيوية وبيرتب الجلد ترتيب عميق غني بمضادات الأكسادة فبيجدد خلايا البشرة وبيحارب التجعيد هنضيف كمان معلقة من زيت شجرة الشاي بيعالج جفاف الجلد والإجزيمة وبيعالج حب الشباب لأنه غني بمضادات الأكسادة والالتهابات غني بمضادات البكتيريا والفتريات فبيعالج أي التهابات في البشرة وبيقضي على حب الشباب خلطنا كل المكونات مع بعض وده بيكون شكل الكريم كريم غني جدا وفعال لكل مشاكل البشرة هيفتح البشرة وهيقضي على اسمرار وحروق الشمس هيقضي على التجعيد والتصبغات والكلف والنمش كريم سحري بجد لأي مشكلة في بشرتك الهالة السودة والبقع والاسمرار هيوحد لون البشرة وهيرجعها تاني زي بشرة الأطفال هتستخدميه على بشرة نظيفة ومخصولة كويس وهتدهني الكريم على بشرة الوجه والرقبة وأي منطقة عاوزة تفتحيها وتقضي على الاسمرار فيها وهتسيب الكريم على بشرتك لمدة نص ساعة وبعد كده هتخسلي بشرتك بمية بردة علشان تقفل المسام هتقرريه 3 مرات في الإسبوع ومن أول استخدام هتلاحظي بشرتك صافية ومترتبة والهالات السودة لونها بقى أفتح كتير مع الاستمرار في استخدام الكريم هتلاحظي التجعيد بدأت تختفي وبشرتك بقت مجدودة وصفية بدون تصبغات أو كلف أو بقع داكنة ياريت تجربوه لو عندكم أي سؤال اكتبولي في الكومنتات وهرد عليكم بإذن الله ولو استفدتي بأي معلومة من الفيديو ياريت لايك وشير عشان غيرك كمان يستفيد ولو لسه ما اشتركتيش في القناة دوسي اشتراك اللي باللون الأحمر تحت الفيديو ودوسي علامة الجرس علشان يوصلك إشعار من كل فيديو جديد بنزله وشكرا جدا على المشاهدة